السلام عليكم حبيب قلبي عاملين ايه? وحشتوني جدا جدا. اتمنى تكونوا بخير. مرده بقى حبيب قلبي هنعمل الارنبيط بقى المقلي. الكريزبي. تحفة جدا جدا جدا. ولا احلى فراخ كنتاكي. الطرقات يعجبكم ان شاء الله. اه طبعا انا جبت الارنبيطة وقطعتها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده. دي الزهرات اهيت عايزت تكبريها تصغريها. بس انا شايفها بالنسبة لنا الحجم ده كويس. انت عايزة كبير صغير اللي يعجبك. طبعا في فيديو منفصل طبعا ان شاء الله هوريك ازاي تنقل الارنبيط. اه الصبحة. كويسة التحفة اللي هتطلع معك النتيجة بممتازة. اه والزيت والضبيع والزيت الطعية. طبعا في فيديو منفصل عنده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا عندي الزهرة بتاعتها زي ما انتم شايفين. اه طبعا دي نص كباية لبن. ارنفلفل. ملح. كمون. ده للسلق بس. اه طبعا ما تستغربوش اللبن. هيخليها معاك تحفة جدا جدا. بصي ناصعة البيض كده احلى ارنبيط هتعملي بالطريقة دي هتمنى تجربوها تدعو لي بازن الله. طبعا ارنفلفل ده هيددي له ريحة تحفة جدا 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 جدا. والكمون اساسي. سلقة ارنبيط سلقة كرم بلازم اساسة عشان الغازات. طبعا الملح بتاعنا. طبعا هوريكم كده معايا مية على النار بتقلب. مصوا كده حبابي معايا المية على النار بتقلب هيا. ولازم تكون بتقلب. هنحبط اول حاجة. اهي. نص كوباية اللبن. طبعا ارنفلفل زي ما نتلك هيدي ريحة للارنبيط تحفة جدا جدا. والكمون والملح معايا كبيرة كمون معايا كبيرة ملح. الكمون زي ما نتلك اساسي. منعه الشاكل الارنبيط. طبعا اول ما المية بتاعتنا تقلب مع اللبن والفلفل والكمون والملح. هننزل بزهارات الا ارنبيط بتاعتنا. كده الارنبيط بتاعها هو. ناربع لخمس دقايق بالزبط كده. ويكون السلق معانا. طبعا على ماء السلق. اه هجهز معكم بقى الخلطة اللي هنقلي بها. وكده حبابي قد بقى رجعت لكم بعد ما الارنبيط بتاعنا السلق وبرد تماما. طبعا انا بعد ما شلته من على النار حطوته تحت مية جارية كده في الحب. اه شوفوا اللبن ما شاء الله مخلي لونه باميدي ازاي. على فكرة فكرة اللبن دي للناس اللي هي ملازمها القولون والكمون اللي حطناه يخلي كل حاجة خفيفة عندهم خالص مش هيتعبوا منه. طبعا ادي الارنبيط بعد ما سدقنا هو. طبعا عندي بقى معدير اللي هنقلي بيها. الخلطة بتاع الارنبيط. طبعا دول تلات بضعة همت. معي كوباية لبن. اه حابة تستبدلها بمية براحتك اللي يعجبك. معي دول كوبايتين دقيق. نص كوباية نشا. معلقة واحدة بودر. اه معلقة طوم مفرومة. طبعا البهارات بتاعتي. اه دي معلقة كركم. هتخلي لنا اصفر جميل كده زي الكهرامان. معلقة معلقة كبيرة. السبع بهارات. معلقة كمون. اه معلقة كبيرة ملح. دي معلقة صغيرة. اه شط عفوا بابريكا وفلفل السود. عايزة تستبدل البابريكا دي بشطة. راح تكليع جبن. بس هنا عشان الاطفال عندي اه. ودي هنا هعمله بالبقدونس معكم النهاردة هو. انا خدت الشواشي بس بتاع البقدونس نخدش الجدور من تحت. طبعا حيطة صغيرة زي ما انت شايفها. عايزة تعمليه بشبط آآ مقصبرة اللي يعجبه. ودي التلات بضاء. طبعا الكرمبة بتاعتي مش كبيرة. اه فحطت الارنبيط عفوا. الارنبيطة بتاعتي المش كبيرة حطت لها تلات بضاء بس. اول حاجة هنفك معيها البيض. هنعمل السوائل الاول. عشان منزل بضي ايه. ادي الجده هود بعد ما فكناه. عندي كباية اللبن. طبعا بصوا البودر معلقة واحدة بس صغيرة عشان انا مش عايزة البودر كتير عشان الطبقة الخارجية ما تنفش اوي من على الارنبيط. هدي البودرة هوا. هحط النشا. لو لقيناها تقيلة محتاجة لبن هنحط. لو لقيناها سايلة هنزود دقيق. وهحط كبايتين الدقيق مع بعض اه. طبعا الدقيق آآ منخول ومتصف كوي. منخول كويس جدا من اي حاجة. اهو طبعا هي هتبقى تقيلة شوية. ممكن نحتاج زي نص كباية لبن كده. طبعا هي هي تقيلة. اهي هزود لبن. هقلبها بها عشان ما اطولش عليكم الفيديو هارجع لكم. بصوا كده حبابي بعد ما قلبتها كويس جدا اهي. ده الكلام اللي احنا محتاجين اهو. هنزل بقى عندي بالتوابل كلها. مع معلقة الدوم مفرومة. اهي. هنزل بهم كويس وانزل بالخضرة اللي معي. زي ما قلتلك انا حطها بقدونس. انت عايزة تحطي كزبرة وشبهة اللي ريحك. لكل ده ازواق. ولول اختلاف الازواق لبارة السلقة. طبعا هنحطها. بس كده عندي الخلطة بتاعتي جهزت وشوفوا الكركم عمد لونها ازاي. تحفة. بتحقيقي بقى الملح بتاعك وخلص بتبدأ يبقى ايه? تقلي على كده. طبعا انا هكهز حلة طبعا وبيحتاج زيت غزير جدا. انا عشان عندي كده حلص غننة. صواج قديمة. اه لما بعمل زلابية بلح الشام الحاجات اللي هي بتحتاج زيت كتير. فالطاسة طبعا بتبقى كبيرة. فعشان ما استهلكش زيت كتير. ومش هيبقى بان في الطاسة هتاخد زيت كتير قوي. فانا عندي الحلة دي قلت بدل مرنيها. اعملها للقالية بتاع الحاجات دي هي بتحتاج زيت كتير وتبقى ملمومة. وفي نفس الوقت ما استهلكش زيت كتير. وفي نفس الوقت برضو ما تدهولش اللي بتجاز اوي. انا ودي الزيت قوت فيها. عندينا بقى بناخد زهرة الارنويت بتاعنا كده بنقلبها في الخليط بتاعنا كويس. اهي. شوف الخلطة ولونها وجمالها. شوفوا تحفظ زي. بصوا. عسل 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 وربوها بالطرقة دي هتعجبكم اوي اوي اوي. طبعا لازم الزيت آآ يتضح معانا جامل. اهه. وكده سخل. اشيل بقى الزهرة بتاعتي. واحدة واحدة كده. حاولي بقدر الامكان ان انت ما تخليش فيها وخلطها كتير اوي. اهي. بسم الله رحنا ورحم. بسم الله. طبعا ما تقلبيش في كتير. عشان ما يتكسرش ويتبهدل مني. طبعا انا عشان ما تقولش عليكم. اول ما اجا طلعت بصدية اتخورها لكم. عشان ما تقولش عليكم الفيديو. بصوا بقى حبابي بقى الارنبيت بتاعي. بصوا اللون بتاعه طفل ازاي. بصوا. عسل كهرمان كده بصوا. معلقة الخركم اللي حطناها. شوف اللون. انا هستكتب كده. انت لو حبت غمائي اللون عن كده غمائي. بس انا شايفة بالنسبة لي كده جميل. طبعا وعندي زيت هنا هو دي ازخل. انا هقلي معه بتنجلتين كده. اه اعمل لهم الدقة. هيبقى احلى غدا ان شاء الله اقتصادي اه بس بصي والله احلى من الفراخ واللحمة. انا عندي الارنبيت ده بصوا. لكني كلف مش حتت فرخة ولا حتت لحمة لكني كلف فرخة كاملة. ما through the fruit. انا المفعلين لهم ديت. لاحظا في كل ضيط و لابن. بس كل الحجات دي. اتصلين معك في هر ضويت. عزل سوف تنزل تنزل سوف أتمل الأرمضيج سوفوا لون عامل ازدد والله يظهروا في حيال والله الكاميرا كمان زلماء سوفوا ماشاء الله اللون عامل ازدد انا هكمل كله بقى بالطرق جانب وهقل البتنجال وهامل الدقة بتاع البتنجال وانا بقلي ووريها لكم ان شاء الله للمحش بها البتنجال بصوا كده حبايبي بعد ما قلت البتنجال انا عاسفة بقى حبايبي كنت فكرة ان التليفون بيصور فصل وانا بصور هو فصل وانا كنت بوريكم الدقة طبعا انا اطعب طماطم كده قلت ان تغيير بقى ما ارضيتش ادقها مع التوم ولا بشورها ما قطعها كده حيطة مكعبات كده تغيير بس كده في الصام اهو في المنظر العام يعني وده البتنجال اهو بعد ما قليته والي الجنبية ارنفلفل هاخد انا بقى كده اهو من البتنجال بتاعي اهو ااخد من حشوة طبعا الطماطم اه مقطعة معها ارنفلفل حمي كده وفلفل اسود اهو طماطم وفلفل وطوم وخل ولمون اصداد من كده ما فيش ومعلاقة الصغيرة فلفل اسود ما فيش اي حبطة هو بالخلص غير ملح وفلفل اسود والطماطم والفلفل ومعلاقة خل وعصرة لمون طبعا انا هكمل بقى الارنبيت بتاعي كله هخلصه وهرس هحش البتنجال بتاعي بالدقة بتاعته وهرسه في طبق وارجع لكم ان شاء الله اه في التقديم بقى ان شاء الله بصوا حبيبي هنا بقى انا خلصت الارنبيت مش لايصر لدول الفتافة دي طب هنرميها لا مش هنرميها اهي انا مش هقلبها في الخلطة كلها لاني عايزها الخلطة هحط عليها معلقتين معلقتين ثلاثة كده واعملها قرص وطبعا الخلطة دي مش هنرميها اهو كده دي طبعا هنعملها قرص مع بعضها هي ادي هنفكر دي على جنب طب والخلطة دي بقى تفضيها بحاجة نضيفها كده زي الشطرة وتحطها في التلاجة وتستنيني بقى بكرة هنزل والخلطة دي بقى نعمل بقى بصي احلى راس تحفة للفطار اعطانا في التلاجة بقى واستنوني في الفيديو بتاع بكرة هوريكم هنستخدمها ازاي هكمل هنا بقى الورص دوت واتصل لفقى الارنبود دي هتخلصه ومارجع له بصوا كده بقى حبايبي غدانا النهاردة بعد ما خلصته شوفوا ادي طبع البتنجال اهو ورأيكم في البتنجال الحجم العائلي ده بيبقى طاري زبدة من جوه كده بيبصوا ده طبعا بصلتين مني بصل كده زي ما انتم شايفين ده شوية زيتون على فلفل وده الارنبيت بتاعنا اهو شوفوا ما شاء الله بصوا الارنبيتها سامعين بصوا وطاري من جوه شوفوا شوفوا جميل ازاي هده بقى حبايبي حسنو بس اكلها الاول هده بقى حبايبي يكون خلصت معكم فيديو النهاردة اتمنى غدانا بقى النهاردة يكون اعجبكم والفيديو يكون خفيف على قلبكم كده طبعا لو اعجبكم الفيديو اوعى تنسونا في اللايك وشير عشان كل يستفيد فضلا وليس امرا فما اشتركتوش في قناة يتمنى تشرفوني وتفعالوا زر الجرس ليوصلوكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة